تقول لي أنا عندي ولد في سنة وغلباوي وأسئلته كتير وقاوح وقاري كتير طب أنت إيه زعلان منه ولا ده حاجة ده عملة نادرة ده أنت لو لقيت شاب من دلوقتي في السن ده بيقرأ كتير حطه في برواز كده وحافظ عليه محمية طبيعية لأن النوع ده قرى بيندسر ده أنت تفرح بيه شجعه هاتله كتب وكلفه يعمل بحوث وخليه كمان يشجع أصدقائه يقروا معاه ويعملوا بحث أيها لأنه هيبقى كنز في الكنيسة الشخص اللي هو دارس وفحص لأن إحنا الدراسة بالنسبة لنا هتؤدي إلى المعرفة اللي هي أوردي موجودة هلفة لفة لفة يعني مثلا إيه كتاب قد كده عن الإفخارستي تتوقع في الآخر الكونكولوجين هيبقى إيه نفسي حد يقولي بعد ما تدرس كتاب كله هتوصل لإيه ها إن الجسد حقيقي والدم حقيقي ديوا عارفينها ومش عارفينها ما هي دي الأخ بعد ما تدرس كتاب هيقولك شوف الأباء قالوا إيه والتاريخ قال إيه والتاريخ تطور الطقس وفي البلاد الفلانية كانوا بيعملوا إيه وزمان كانوا بيعملوا إيه وفي قرن 13 عملوا إيه وفي الآخر إيه الكونكولوجين جسد حي ودم حي الأمر اللي تعرفه ست غلبان لابسة طرحة بقوية تعرفش تقرأ راحت هو فين يا ماما راحت نقول جسد ربه ودمه يا ولدي صح فإحنا ما فيش مانع إدرسه بس كمان هتبع حاجة ممتعة إن أنا بعد البحث الكتير هوصل إن أنا استلامت الصح فدي سبتني في الإيمان ويقويني حبيبني في ربنا أكتر حبيبني في الكنيسة الكنيسة الجميلة اللي إحنا بنعشى طرابها الفهم والدرس أباؤنا الروسة قيل عنهم في الإسمة بتاعت سيام الروسة إن الروح الكدس ملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كهو عديك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا في جميع الأمم وهم أساسا كانوا ناس ضعفاء وغلابة عندهمش أي خلفية معرفية دول ناس صيادين سمك العبادة بتاعتهم عبادة يهودية اللي هي بيروح المجمع يوم السبت يصال للمزامير ويقرؤون النبوات وبعد كده في الأعياد يسافروا الأرشالين يقدموا الزباح كلها كده بس لما ييجي بقى هم بيحطوا أساسات المعرفة اللهوتية اللي النهاردة في أسادزة في جمعات في العالم بيدرسوا دكتوراف اللي قاله بطرس صياد السمك واللي قاله يحنى صياد السمك مش يحنى بن زبدي ده كان صياد سمك شوف إنجيل يحنى شوف سفر الرؤية ده جاملين هل دخل جامعة ولا كلية ولا درس حاجة ده الروح الكدس ملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة الروحية الروح الكدس ستيل موجود وبيشتغل وإحنا لو طلبناها يملانا بالمعرفة والفهم والحكمة الروحية شكرا